ترأست نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مارغريت ساروفيم الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالوزارة استعرض هذا الاجتماع القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة والقرارات ذات الصلاة والهدف الأول من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030 وتم عرض ما تم تنفيذه من مؤشرات الأداء المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية دور اللجنة في تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بمهام وزارة التضامن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 وأهدافها الاستراتيجية